جاءنا في نبأ عجل أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك تقدماً إيجابياً في المفاوضات بشأن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق كما أكد المصدر أن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف مشيراً إلى أن عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق نعاود الإشارة إلى هذا النبأ العاجل مشاهدين حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك تقدماً إيجابياً في المفاوضات بشأن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق كما أكد المصدر أن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف مشيراً إلى أن عودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق شكراً لشكراً 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 لش